موسيقى 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 السلام عليكم موسيقى سأقدم لكم طريقة عمل فطائر الاسبيناغ هنا عندي لتحضير العجينة واحد ملعقة أكل خميرة ربع كوب ماء دافئ نقعتهم تقريبا عشر دقائق وضفت لهم هنا حليب دافئ واحد كوب حليب دافئ ومئة غرام زبد وضفت هنا طحين اثنين كوب طحين ونصف ملعقة أكل ملح والملح دائما حسب الرغبة ورح أعجنه وأشوفه إذا يحتاج بعض طحين أضيف له أو ممكن يحتاج ماء حسب نوع الطحين لأنه مرات الطحين يمتصل الماء فيحتاج أكثر ماء هنا شوفوا حركته شوية وخلطته بهاي السباتولة ورح أعجنه بإيدي رح أعجنه وأتركه إلى أن يختمر وأبدأ أحضر الحشوة الاسبيناغ يعني حشوة الاسبيناغ وورا حشوة الجبن هس هاي عجنته داعجن به هس رح يشوفوه شلون رح يصير العجين وأحتفظ به بمكان دافي يعني أغطيه بنايلون أو حتى إذا فوتة المطبخ وممكن أضموه بأي مكان يعني دافي إلى أن يختمر هذا تقريبا كمل العجينة هاي كملت ورح أغطيها بالنايلون واحتفظ بها لتحضير حشوة الاسبيناغ عندي زيت نباتي ولو هنا شوية زيت صار زيادة ولا تخلون مثل ما أنا بخليه شوية صار عندي زيادة خليت بصل أخضر مفروم واحد كوب تقريبا واحد حبة طماطة مفرومة ناعم هاي بلقيت ثرامتها وراح أضيف له معجون واحد بلعقة أكل معجون هذا ولا تستغربون من المعجون الخلطة كلش طيبة كانت من سويتها يعني أنا دائما أسويها راح أصير طيبة يعني أكو ناس ميحبون طعم الاسبيناغ أو ريحته فبالمعجون راح تبين غير شكل هنا أضفت واحد ملعقة شاي فلفل أحمر حار ورشة فلفل أسود هذا وأنا محضرة اسبيناغ تقريبا ربع كيلو غسلته زين وثرمته وحضرته سرح أخليه فوق هاي الخلطة هنا أضفت نصف ملعقة شاي أبهار مشكل هاي وراح أضيف الاسبيناغ هذا فريش ثرمته وخليته هنا أقلبته شوية وراح تركه أغطي الطاوة هاي إلى أن يذبل وأكيد راح يصغر يعني حجمه راح يصغر لأن ما راح يذبل راح يذبل المي مالته وبعدين راح أضيف له معدنوس هذا هذا شوفوش لون ذبل وزغر حجمه ضفت له هنا معدنوس واحد كوب معدنوس هاي هي الخلطة وراح أبدي وخليت له ملح طبعا ضفت له ملح وهاي هسا بديت بالعجينة اختمرت فتحتها وراح أقطعها بهاي القطاعات إذا عدكم وإذا ما عدكم أي قطاعة عدكم ممكن تستعملوها أي قطاعة موجودة عدكم ممكن تستعملوها هاي قطعناها بهالصورة وهاي العجينة الزايدة راح أحتفظ بيها يعني ألكلكها سأشنقها واتركها بمكان دافي راح تترجع تتلين وهم استعملها يعني ما أتخلص منها راح تفيدني مباشرة بعد ما أكمل العجينة راح ألقاه راجع ألين العجين المتبقي هذا وأنا بللت هسا الحافات المربع هذا بطحين ومي ثخين يعني مثلا ملعقتين طحين أو ملعقة طحين تخلو لها ملعقة شاي أو شوية أكثر من ملعقت شاي يعني صير ثخينة يعني شوية ثخينة صير سائلة بس ثخينة حتى ألزق بيها الجهة الثانية مالت الفطيرة الفطائر هاي هسا شوفوا شلون طبقتهن وراح أخليها بصينة الفرن ومخلي ورقة الزبدة تحتها وراح أدهنها ببيضة مخفوقة هسا شوفوها وأخليها بالفرن على درجة حرارة 250 فوق وجوه وخليها بالوسط ما تاخذ وقت بسرعة لأنه ما مستوي الحشوب بس العجينة شوية تستوي وتحمر يصير حمراء ذهبية وأشيلها يعني انتبهوا له خمس دقائق سبع دقائق هي تقريبا نصير هسا أنا دا أدهن الوجه بالبيض المخفوق ها هي رح أخليها بالفرن كملت وراح أبدي بفطائر الجبن هذا الجبن اسمه فيتا موجود بالأسواق العربية والسوبر ماركت الأجنبي إذا عاشين بدول خارج العراق وبالعراق أكيد أحسن أنواع الجبن موجودة عدكم هاي نقعناها بماء بارد مدة عشر دقائق حتى الذب الملح اللي بيها زايد وهي مالحة رح تبقى بس الذبه وانهرست هنا هاي وضفنا لها نصف كوب معدنوس ناعم وفروم ناعم ورشة نعناع يعني واحد ملعقة أكل نعناع يابس وذا عدكم مفرش يكون أفضل وهنا ضفنا لها رشة زيت الزيتون وبيضة واحدة هاي رح نخلطها زيان ونخليها على العجينة هنا تقطيع العجينة رح يصير دوائر وما رح نطبقها بس مباشرة الجبن حتى يستوي البيض هذا السبانغ طلعت هاي وهسا بدين بالجبن هنا زوجة ابني دا ساعدني بتقطيع العجينة والحشو مالتها هاي 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 دوائر خسوتها وراح نضيف لها الجبن والحافات ايضا تندهن بالبيض بالبيض من الحافات حتى تصير حمرة وشكلها حلو هذا البيض بهالصورة وراح نخليها بالفرن رح نخليها بالفرن وراح يشوفون شكلها النهائي هاي الفطايري تفيد الطلاب بالمدارس وهي ايضا صحية الامولس بينغ والجبن وتفيد مرات واحد عشا سريع وهذا شكلها النهائي وان شاء الله تعجبكم جربوها والف عافية موسيقى 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 موسيقى